اشتركوا في القناة مصر من مليون مسيحي في مصر مليون ومية وستين ألف أصبحوا مسلمين أو تأسلموا أو تركوا المسيحية من عام 1995 حتى الآن طبعاً دلاتها هي النمرة واحدة عن اتيوب ما تشهرهاش وإحنا تيهين وإحنا مش عارفين حتى الرد عليها أعمل مع الكريسة وشوف أولاديك وهو أوقف طبعاً دلها هياخذ وقت كنت مسيحيين مش عايزين أولاك يقوم السمين اللي لزعاني إن بالفيديوهات بتاعتكو بتضعفوا الإيمان المسيح الضعيف للناس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من وانا صغيرة كنت بعتقد إن يسوع هو الله وإنه جاه علشان يفضينا في صلبه ويغفر لنا خطيانا لكن مع الوقت وبحثي في الكتاب المقدس اكتشفت إنه في بعض الأمور مش واضحة النهاردة هنحاول نجاوب على مجموعة من الأسئلة المهمة مثلاً هل يسوع فعلاً قالوا إن إله؟ هل طلب من الناس يعبدوه؟ وهل نصوص زي أنا والأب واحد بتدل على أولهية يسوع؟ كمان هنناقش موضوع الصلب هل يسوع تصلب فعلاً؟ وإيه اللي حصل يوم بالصلب؟ هنتناول الموضوعات دي من خلال حوار افتراضي بيني وبين يسوع ثم حاولها الفهم هذه الشخصية من خلال أقواله في الكتاب المقدس هنجاوب على الأسئلة اللي ممكن يكون فيها أغمود بالنسبة لكتير من المسيحيين تابعونا علشان نعرف التفاصيل ونكتشف الحقيقة ونتمنى ليكم مشاهدة مفيدة وإليكم الحوار أول حاجة عايزة أسألك عنها هل أنت فعلاً قلت إنك إله أو طلبت من الناس يعبدوك؟ لم أقل يوماً إنني إله ولم أطلب العبادة لنفسي بل كنت دائماً أدعو لعبادة الله الواحد في إنجيل مرقسة قلت أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل الرب إلى هنا رب واحد هذا النص يتحدث عن أساس الدين الحقيقي والعبادة الصحيحة وهو توجيه للناس لعبادة الله وحده هذه الوصية تعتبر قلب الشريعة اليهودية وهي تعرف بشهادة الإيمان اليهودية شماع التي يقولها اليهود في صلواتهم اليومية هي دعوة صريحة لتوحيد الله والتركيز على أن الله هو الرب والإله الوحيد في هذا السياق كنت أؤكد على أن الله هو الكائن الأعلى وهو الذي يستحق العبادة والتقديس وليس أنا أنا دائماً كنت أوجه الناس إلى عبادة الله وأكدت في تعليمي أن الله هو الإله الوحيد الذي يجب أن يعبد في إنجيل لوقة عندما جاء الشيطان ليجربني قلت له اذهب يا شيطان إنه مكتوب للرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد هذا أيضاً يدل على أن العبادة يجب أن تكون موجهة إلى الله وحده وليس لأي شخص آخر أو كائن آخر في إنجيل يوحنى قلت وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته هذا النص يظهر بوضوح أن هدف رسالتي هو توجيه الناس لمعرفة الله كالإله الحقيقي الوحيد تعليمي كان يركز دائماً على العلاقة بين الناس والله وعلى كيفية عبادة الله بشكل صحيح وفقاً لما جاء في كتب الله المقدسة إذا كانت هناك نصوص أخرى تستخدم لتفسير وجودي كإله فالمعنى المقصود منها هو تعليمي ورسالتي التي جاءت لتوجيه الناس إلى الله بس في نص في الكتاب المقدس بيقول أنا والآب واحد والناس بتستخدمه كدليل على أنك إله إيه تفسيرك للنص ده؟ عندما قلت أنا والآب واحد ما كنت أعنيه هو أنني كنت أتحدث عن الوحدة في الهدف والعمل وليس في الجوهر أو الألوهية كانت هذه الوحدة تعبيراً عن التوافق التام بين رسالتي ورسالة الله حيث كان الهدف من تعليماتي هو تنفيذ مشيئة الله في الأرض وتوجيه الناس إلى الإيمان بالله الواحد في هذا السياق من المهم أن نعود إلى النصوص التي توضح أنني كنت أؤكد دائماً على أن الله هو الأسمى والأعظم وأنني كنت دائماً في حالة تواضع أمام الله في إنجيل يوحنى قلت أبي الذي أعطاني إياهم هو أعظم من الكل هذا النصو يوضح أنني لم أعتبر نفسي مساوياً لله في الجوهر بل كنت أضع نفسي دائماً تحت مشيئته وأعترف بفضله وعلوه طيب تمام في نص تاني لما توما شافك بعد الأيام وقال ربي وإلهي ده مش دليل على أنك إله ثم قال ربي وإلهي تعبيراً عن دهشته وإيمانه بعد أن شهد قيامتي لكنه لم يكن يقصد أن يعلن ألوهيتي لو كان هذا التفسير صحيحاً لكنت قد أكدت عليه بوضوح ولكنني لم أفعل ذلك الله وحده هو الإله وأنا دائماً كنت أوجه الناس إلى عبادة الله كما قلت في إنجيل يوحنى أنا أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم هذا يعني أن الله هو إله الجميع وليس أنا كنت دائماً أؤكد على أن الله هو الإله الوحيد الذي يستحق العبادة ولم أطلب من أحد أن يعبدني تعليمي كان دائماً يركز على العلاقة بين الناس والله وعلى عبادة الله بشكل صحيح وفقاً لما جاء في الكتب المقدسة طيب في موضوع الصلب هل أنت فعلاً تصلبت؟ لأنه دا أساس العقيدة المسيحية إنك فدت نبدمك إيه اللي حصل فعلاً؟ لم أصلب ولم أكن ذبيحة للتكفير عن الخطايا الله كان معي وحماني من الموت النبوآت التي تظهر نجاتي من الصلب واضحة في الكتابات المقدسة وتؤكد أن الله وعد بحمايتي من أي خطر بما فيه الصلب والموت الله لم يتركني لمواجهة هذا المصير كما تظهر تلك النصوص على سبيل المثال في المزمور الواحد والتسعين لأنه يوصي ملائكته بك ليحفظوك في كل طرقك على الأياد يحملونك لألا تصدم بحجر رجلك هذه الآية تعبر عن الرعاية الإلهية المستمرة التي تحميني من أي أذن جسدي بما فيه محاولة القتل أو الصلب لقد كنت تحت حماية الله المباشرة ولم تكن هناك أي قوة بشرية قادرة على إذائي لأن الله وعد بأن يحفظني في كل طرقي وفي المزمور الرابع والثلاثين يحفظ جميع عظامه واحد منهم لا ينكسر هذه النبوءة تؤكد أنني لن أتعرض للتعذيب الذي يؤدي إلى كسر العظام وهو أمر شائع في حالة الصلب في تلك الأوقات كان من المعتاد أن تكسر عظام المصلوبين للإسراع في موتهم ولكن هذه النبوءة تظهر أن الله كان سيمنع ذلك عني لو كنت قد صلبت حقا لكانت عظامي قد تكسرت ولكن الله حفظني من ذلك وأيضا في المزمور العشرين الآن عرفت أن الرب يخلص مسيحه هذا النص يؤكد أن الله يخلص المسيح الذي أرسله من الهلاك الله الذي أرسلني برسالته كان لديه عهد بأنني سأكمل هذه الرسالة دون أن أواجه الموت على الصليب كل هذه النبوءات تتكامل لتؤكد أنني لم أكن ذبيحة للتكفير عن الخطايا بل كنت تحت حماية الله الدائمة يعني أنت متأكد إنك ما تصلبتش طيب وإيه اللي حصل يوم السلب نعم لم أصلب الله استجاب لدعائي ونجاني في لحظات الأخيرة في بستان جثيماني كنت أدعو الله بكل إيمان وثقة طالبا نجاته ورحمته وفي إنجيل الوقا جاء في النص وظهر له ملاك من السماء ليقويه هذه اللحظة كانت دليلا واضحا على أن الله كان معي يعينني ويقويني كنت أعرف أن الله كان يسمع صلواتي دائما كما قلت سابقا إني أصعد إلى أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم الله لم يتركني وحدي أبدا في تلك اللحظات الصعبة رفعت دعائي إلى الله بإخلاص ويقين وفي تلك اللحظة أرسل ملاكا ليقويني ويشدد إيماني إذا كان الله قد أجاب دعائي في تلك اللحظة فكيف يمكن أن يتركني لأصلب وأموت على الصليب في حقيقة الأمر الله حفظني ونجاني من هذا المصير طيب واللي نشفته يوم الصلب مين اللي كان على الصليب ده دعيني أوضح لك تفاصيل حول ما حدث وكيف أن الكتاب المقدس يشير إلى أن الشخص الذي صلب لم يكن أنا بل شخص آخر في إنجيل يوحنى يروى حادثة غريبة حدثت عندما جاء الحراس ليمسكوا بي النص يقول فخرج يسوع وهو عالم بكل ما يأتي عليه وقال لهم من تطلبون قالوا يسوع الناصرية قال لهم أنا هو وكان يهوذا مسلمه أيضا واقفا معهم فلما قال لهم إني أنا هو رجعوا إلى الوراء وسقطوا على الأرض هذه الحادثة تشير إلى أن هناك شيئا خارقا قد حدث في تلك اللحظة عندما دخل الحراس ليمسكوا به وقعوا إلى الوراء من هول الصدمة يعتقد أن هذه الصدمة كانت بسبب رؤية وهو الأمر الذي قد يكون غفل عنه كاتب الإنجيل هذه الحادثة تعكس لحظة غير عادية حيث يمكن أن يكون الحراس قد شهدوا تجليا إلهيا أو رؤية غير متوقعة ما جعلهم يتراجعون ويقعون إلى الأرض في روايات الكتاب المقدس هناك اختلافات ملحوظة حول من كان يرافقني في لحظات محاكمتي وصلبي في إنجيل متى يذكر أن بطرس نكر معرفته لي بعد محاكمتي فكان بطرس جالسا خارجا في الدار فجاء تجارية إليه قائلة وأنت كنت مع يسوع الجليلي بينما في إنجيل لوقة تظهر الروايات بطرس وهو ينكرني تحت ضغط الآخرين وبعد قليل رآه آخر وقال وأنت منهم فقال بطرس يا إنسان لست أنا هذه التباينات قد تشير إلى وجود اختلاف في تفاصيل الصلب ما يفتح المجال لفهم أن الشخص الذي صلب قد يكون مختلفا عني كما أن الروايات التاريخية والتقاليد المسيحية المبكرة تشير إلى أن شخصا آخر قد تم صلبه بدلا مني هذه الروايات على الرغم من أنها قد لا تكون متوافقة تماما مع النصوص الكتابية تعزز فكرة أن هناك تباينا في الروايات حول الصلب كل هذه الأدلة والتفاصيل تدعم فكرة أن الشخص الذي صلب لم يكن أنا بل شخص آخر وأن الله استجاب لدعائي وحماني من الموت طيب أنا دايما بسمع من الناس أنك جئت علشان تفزي البشرية بدمك إيه ردك على الكلام ده؟ لم أكن ذبيحة ولم يكن ذلك جزءا من رسالتي أود أن أوضح لك أن الله هو الرحيم الذي يغفر الذنوب لمن يتوب بصدق لنبدأ من البداية في تلك الأوقات كان الناس يظنون أن الغفران يأتي من خلال تقديم الذبائح ولكن الله لم يكن بحاجة إلى ذبيحة بشرية ليغفر للبشر في المزمور الثالث والأربعين نقرأ أولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم هذه الآية تعكس رحمة الله التي لا تحتاج إلى ذبائح مادية بل إلى قلوب نادمة وصادقة رسالتي كانت تدور حول دعوة الناس للتوبة والإيمان بالله وأيضا تبشيرهم بملكوت الله في إنجيل متى قلت لأن ابن الإنسان قد جاء ليخلص ما قد هلك هذا يدل على أن رسالتي كانت تهدف إلى التوجيه نحو الله وليس إلى تقديم ذبيحة في إنجيل مرقس أشرت إلى أن رسالتي كانت تدعو للتوبة والإيمان قد كمل الزمان واقترب ملكوت الله فتوبوا وآمنوا بالإنجيل دعوة التوبة والإيمان كانت جزءا أساسيا من رسالتي وكانت دعوة للتغيير الداخلي والإيمان بملكوت الله الذي يأتي ليحل في قلوب الناس وفي إنجيل لوقا أظهرت أن رسالتي كانت تبشيرا بملكوت الله إنه ينبغي لي أن أبشر المدن الأخرى أيضا بملكوت الله لأني لهذا قد أرسلت هذه الكلمات توضح أن رسالتي كانت تدور حول التبشير بملكوت الله وليس الفداء من خلال الصلب رسالتي كانت دائما دعوة للتوبة والإيمان بالله والتبشير بملكوت الله وليس تقديم ذبائح للفداء الله يغفر الذنوب للتائبين ويمنحهم السلام من خلال ملكوت الله الذي جاء ليحل في قلوبهم اسمع الآيات جي من سورة المائدة وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت عدام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على قد شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم وبعد ما سمعت الآيات جي عايز أسمع رأيك وتوضيحك للآيات جي وخصوصا عن سبب سؤال الله ليك في الآيات جي أود أن أشرح لكم معنى هذه الآيات من سورة المائدة عندما يقول الله في الآيات 116 وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلى هين من دون الله يسأل الله إن كنت قد دعوت الناس إلى عبادتي أنا وأمي من دون الله وهذا السؤال ليس من باب الاستفهام أو الجهل بل هو سؤال لتوضيح الأمور ولبيان الحقيقة لأن الله سبحانه وتعالى هو أعلم بحالي وأعلم بما فعلته وقد رددت في الآية قائلا سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق وهذا يعني أنني لم أدعو إلى أي عبادة أو شراكة مع الله لأن ذلك يتعارض مع ما أمرت به في الآية أقول ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وهذا يشير إلى أن رسالتي كانت دائما تدعو إلى عبادة الله وحده وليس إلى أي شكل من أشكال الشرك أما فلما توفيتني فهي تعني انتهاء فترة رسالتي وليس الوفاة الطبيعية بمعنى أنني أكملت مهمتي وبلغت الرسالة التي كلفت بها وبعد ذلك تولى الله رعاية ومراقبة الأمور وفي الآية يذكر إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم الله وحده هو من له الحق في العذاب أو الغفران بناء على حكمته وعدله هل تحب تقول كلمة ونصيحة للمسيحيين اللي بيسمعوك؟ نعم بالطبع أود أن أوصيكم أمور أولا كما قلت في الإنجيل إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصيايا يجب أن تعرفوا أن محبتكم لي تتجلى في اتزامكم بما أمرتكم به وليس فقط في الأقوال أو الشعائر ثانية كما صرحت في حديثي إلى الناس أنا كلمت العالم علانية أنا علمت كل حين في المجمع وفي الهيكل حيث يجتمع اليهود دائما وفي الخفاء لم أتكلم بشيء لم أتحدث بسر بل تحدثت علانية وبوضوح كل ما قلته كان أمام الناس ولم يكن هناك أي شيء مخفي أو غامض في تعليمي ثالثا لم أذكر قطو أنني أنا الله ولا دعوت الناس لعبادتي بل كنت دائما أقول أنا إنسان مثلكم وأنا رسول من الله ومتى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون أني أنا هو ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي لقد كنت أصلي إلى الله وأدعوه وأطلب منه الهداية وهو لا يعقل أن يكون إله يصلي إلى إله آخر هذا يؤكد أن رسالتي كانت دائما تدعو إلى عبادة الله وحده والتقوى والتوبة فأوصيكم بالتمسك بما علمتكم واتباع الوصايا التي أعطيتها وعدم الانحراف عن الطريق الصحيح اتبعوا محمد بن عبد الله الذي بشرت به في رسالتي في اتباعه النجاة من النار والفوز بالجنة أثناء بحثي الدائم عن الحقيقة وإصراري على فهم الأمور بأمق وجدت أن تعليم المسيح الحائقية تتحدث عن عبادة الله الواحد وتوضح بجلاء أنه لم يدعي الألوهية إنما نراه في النصوص المتعلقة بالصلب ليس سوى تأويلات بشرية قد تكون بعيدة عن الرسالة الأصلية وعندما نقوم بفحص النصوص بعقل مفتوح نجد أن هناك دلالات قوية على أن الله كان دائما مع المسيح يحميه ويرعاه ولا يمكن أن يكون الصلب هو الوسيلة التي استخدمها الله لتحقيق هدفه في الختام تظل الحقيقة ساطعة كالشمس لمن يسعى إلى اكتشافها بصدق وتجرد إن تعليم المسيح تشدد على عبادة الله الواحد وتوجيه الناس إلى معرفة الله وليس إلى تقديس أي شخص آخر لعل هذا الفهم يفتح أبوابا جديدة للبحث والتفكر ويكشف لنا جوانب أخرى من الإيمان والتواصل مع الله في رحلة البحث عن الحقيقة نكتشف أن الرسالة الإلهية تتجاوز ما يفهم من خلال التأويلات البشرية وتدعونا للتمسك بالتوحيد والعدل والرحمة نسأل الله أن يهدينا إلى الحق ويجعلنا من الذين يسعون بصدق للبحث عن الحقيقة ويرزقنا الفهم الصحيح ويحقق لنا السلام الداخلي والطمأنينة وفي النهاية أشكركم على متابعتكم لهذا الفيديو إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الضغط على زر الآجاب والاشتراك في القناة لمتابعة المزيد من الفيديوهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر